أسعد الله وأقاتكم إخواني أخواتي بكل خير معكم ليندا عبر قناة أنوثة جيجي قناة للوصفات الطبيعية المجربة وتعليم الحلاقة والتجميل فإن كنتم من الزوار الجدد لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الوصفات فور نزولها وخبروني والركب تابعوا فيها اليوم الفيديو عملت للبنات كامل اللي طلبوه مني في الانستغرام والجروب وكذلك في الخاص والتعليقات على الشعر الدهني شوفوا البنات سواء كان شعرك جاف بزيف أو دهني راح يكون تساقطة لأنه إذا زاد الجفاف عن حده راح يسبب في تكسر الشعر وتساقطه وإذا كان دهني نفس الشي فنحن راح نحاولوا ببعض الوصفات المنزلية نقلوا من هذه المشكلة أول حاجة للبنات في الشعر الدهني لازم تختاروا الشامبوان الصح يعني ديما تتأكدوا أنه الشامبو الخاص بكم هو شامبو خاص بالشعر الدهني فيعمل على تخفيف الإفرازات الدهنية في فروة الشعر كان الحاجة أخرى كاين في المارك العالمية كفلوريال تريزيمي إلى آخره كان عندهم الشامبو الجاف جاي كما للك يعني تقدري تشري واحد وكل ما تحسي شعرك دهني يعني دي رشة ولزوز على الأماكن اللي تكون فيها الدهون خرجت بزيف كما مقدمة الشعر فبهذه الطريقة رح تخفوا من الغسل بش ما تحسي شعلكم لأنه رغسيل أيضا المستمر يسبب في تساقط الشعر وبالإضافة أنه نتخلص تماما من مشكلة الدهون الزائدة بالشامبو الجاف وين تلقوه؟ تلقوه في الكوسميتيك حوالي نقولو إحنا 150-120 ألف المهم هي قرعة كبيرة جاية كما للك إن شاء الله المرة جاية نحن نشاهر ورهيالك لأنه أنا أيضا عندي منطقة تعل الشعر تعييني من فوق هذي كامل الفروة ساعد تدهني بزيفها يطيح هذي حل مؤقت ورائع كل بنات الآن الناس اللي رح تغسل شعرها وش يديروا؟ أولا رح ننصحكم ببعض الغسولات اللي تعملوهم أنتوا في الدار يعني تخدموهم في الدار شوفوا البنات أول حاجة لازم يكون عندكم بعض الأعشاب مطحونة يعني تشيروها وتطحنوها ولا تخلوها كما هي ميهم مش أنا بالنسبة لي نحب نطحن ديما العشاب بتاعي في المطحنة حاوليكم عندي هنا خزامة وزعتر خزامة وزعتر ونعناع وش نديرهم يا البنات نغليهم مملح وبعد ما نغليهم نحكم نجيب الطين الطين اللي هو يتباع يعني في العلب أو تلقو على هذي الطريقة أنا بالنسبة لي هنا أحذية نلقو الطين كما هي نورمال ونحكموا نغلوا هذيك الأعشاب حتى إذا كنت عوش بها مثلا زعتر ولا خزامة ولا أي حاجة مليقوا تهيلكم هنا نعناع ولا زعتر ولا خزامة غلوها مليح صفوها وبعد ذلك وش نديرو نحكموا نصبوها على البطين ونخلوها أربع ساعة ونبليكوها على الشعر كامل ونخلوه نروح ونغسلوا جسم ونخلوه في الشعرتنا رح يمصلنا هذوك من الدهون الزائدة كل الطين اللي بنات معروف بفاعلته في امتصاص الدهون من الوجه وكذلك من الشعر والجسم يعني الناس عندهم لابتح من زيته يديروا الطين كذلك الشعر خلوه في شعركم حتى تغسلوا جسمتكم بعد شلوه ورح تشوفوا النتيجة ولا أروع يعني نتيجة هاي للدرجة ما تصوروهاش لأنه رح يغذيكم الشعر الطين بالإضافة يسحب لكم الدهون الزائدة ويحفز نمو البصيلة لأنه خف على هذيك الزيوت اللي تكون متراكمة عليها وتمنحها من النمو وتتساقط الآن هل الناس اللي عندهم فروة دهنية يقدروا يستعملوا الزيوت المطولة للشعر كما زيت الثوم ذكر وكما قولوا احنا الزيوت اللي هي تكون زيوت حرة تعملها تحفيز أنه مو بشي طولوش عرام نعم تقدروا نرمال بصح بشرط مثلا أنا شعري كون دهني وش ندير نجيب أي زيت عندي حتى زيت الجليسيرين أو الجليسيرين طبي المهم زيت نحطه على فروة الشعر ونحط عليه منشفة سخونة ونعني هاكل لفو ساعة ولا نصف ساعة ونغسله هذه هي الطريقة متخلوش الزيت في شعركم لأنه الزيت سواء كان شعر جيف ولا مدهن كل ما خليتيه سبب اقتصاقط زيت ون يوجد يوجد في البوينت يعني إذا كان عندك البوينت تاعة نشفين كل ليلة ادهنيهم بالفوزلين ولا بأي حاجة تفهمنا؟ إذا اللي بنات وصفة بسيطة جدا اللي هي الطين الأخضر ولا الطين الأبيض ولا أي طين عندكم تحكموا تديروا له المغلي تعال الزعتر ولا تعال الخزامة ولا تعال الشيح حتى الشيح ملاح خاصة الناس عندهم حكة في فروة الشعر وعند مراحة مش ملاحة الشيح راهو مطهر وشيح عشبة رخيصة ومتوفرة في الجزائر والمغرب وتونسوا كل الدول العربية لأنها عشبة يعني منتشرة بكثرة فاغلوه وديروه مع قطين وديروه مع اسكر شعركم راح تتخلصوا من هذه المشكلة الآن بش تحلوا المشكلة من الجذور تاحها أصلا يعني الناس يتقدر تحني ناس يتقدر تحني راح ننصحكم إنكم تحنوا شعركم يعني على الأقل مرة في الشهر حنوا شعر تاعكم لأن الحنة تسحب المياه من يعني الرطوبة من الشعر ومتديروش فيها الزيوت انتم ما مديروش الزيوت لأنكم شعركم مدهن ديروا الحنة عادية بشوي هكا تعتاي مغلي وحطها على شعركم طبعا الناس يتحب تحني هذه الطريقة تاع الحنة أول حاجة تسحب لكم الدهون ثم بعد ذلك تساعدكم في إنه شعر يطوع إذا اللي بنات راح نخلخص لكم يعني الفيديو في آخر الدقائق الدقائق ما هذا في آخر الدقائق فأول حاجة تعملوها هي تشيرو شامبو جيف ثانيا اختيار الشامبو المناسب للشعر تاعكم يكون شامبو خاص بالشعر الدهني بش ما تزيدش الإفرازات ثالثا عمل ماسك الطين وهو غني عن التعريف يعني في التورة تاعنا خاصة هنا في تبسة ما كانش واحدة قبل يعني ما تديرش الولاد هالطين في شعرهم دركة يتنحت العادة هادي فالشعر بولا كارثة وتديروا ليه المغلي الشيح ولا زعطر ولا نعناع اللي عندكم حتى اللي ما عنداش تدير تايل أخضر وتديروا لشعرها كان حاجة النسي دارين لماش ودارين كما قولوا إحنا الألوان الفاتحة ممنوع عليكم تديروا هذه الخلطات تعليش لأنها تغير اللون فأنا ننصحكم كي تهبط لكم لغاسين ونشوفوا بدت تهبط لكم لغاسين ديروا فقط الخلطة على الجذور يعني بالبنسو كما نسبوا أبليكوها على الجذور إذن البنات الآن كان هذا هو الفيديو تعنا على الشعر الدهني لأنه شعر الدهني يمتاز يعني إنه ما يتكسر شغلش لكن يطيح سهل جدا علاجه فقط بالطين في العراق البنات يتابعوا فيها في العراق تحية كل عراق يتابعوا فيها البنات اللي تمها فعندكم طين خاوة طين خاوة من أرواع الأنواع تاعة الطين اللي يستعمل للشعر الدهني ولا شعر الجيف كان الحاجة أخرى إذا شعرك جيف وحبت تستعملي الطين كتديري هذه الخلطة تعطين زيدوا فهز زوت اللي عندكم كامل يعني كما قولوا إحنا زيت جوز الهند زيت الزيتون زيت اللوز الحلو أي زيت عندك زيديه وديريه لشعرك هذه الطريقة رح تخليك تنمي شعر تاعك وتعطينه لمعة لأنه الطين يخلي شعري الماء وفي نفس الوقت ما تجمديش الزيوت منه لأنك أضفتي الزيوت هذا هو الفيديو تانيت اليوم تهلوا في رواحكم تحية طيبة إلى كل من يتابع القناة واليوم حبيتنا بعد تحية كبيرة للناس تاع الجنوب الكبير بشار أدرار بلا ما ننسى ودزوف أيضا كين أيضا ورقلة أختي أم الحير كامل البنات لي في الجنوب كامل البنات لي خلوا لي تعليقاتهم الرائعة شكر لكم وسأكونتم في الشرق ولا الشمال ولا الوسط ولا نسل عاصمة ولا شوية ولا قبيل ولا مغربة ولا توانسر مرحبا بكم شكرا لكم على الدعم والكلمة الطيبة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر